اشتركوا في القناة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها الصرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طهى الماء حملناكم في الجاريا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابه فيقول ها أم قرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في غيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخاليا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراحا فاسلوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض ولا طوام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طوام إلا من نسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهم قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم نقطرنا منه الوكين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر